إذانا بتكسيد حلم راود المصريين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية من اللحوم البيضاء شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح أحد المشروعات التنموية الطموحة المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السماكي بمحافظة الإسماعيلية الذي يعد الأول بمصر من حيث الاستزراع البحري في المياه المالحة وواحدا من أكبر نماذج الاستزراع السماكي في العالم وخلال حفل الافتتاح ألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد أرفان كلمة استعرض خلالها عمل لجنة متابعة المشروعات القومية التي شكلت بتوجيهات الرئيس السيسي لمتابعة سير العمل في تلك المشروعات ومن بينها مشروع الاستزراع السماكي بالإسماعيلية المشروع الاستزراع السماكي فإن الهدف منه انتاج سلالات بمواصفات عالمية فاخرة ذات عائد اقتصادي يهدف إلى تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والبالغ حوالي سبعمائة ألف طن سنوية أيضا تصدير فائد الانتاج وتوفير حوالي عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويتكون المشروع من عدد ثلاث مراحل بإجمالي أربع تلاف حوض سمكي منها ألف تسعة وعشرين حوض كمرحلة أولى تم استزراع عدد ستمائة حوض منها بأنواع مختلفة ووجه الرئيس خلال كلمته في افتتاح المشروع عدة رسائل قدم خلالها التحية لجهود رجال هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد مؤكدا أنه يتعين على كافة المسؤولين والأجهزة بالدولة التعاون لمواجهته والقضاء عليه الأجهزة الرقابية لن تستطيع لوحدها مجابة الفساد ولكن كلنا مع بعض كلنا مع بعض نحط إدينا في إدين بعض كمسؤولين وأنا لما تكلمت في مشروعات الصرف والري في الإسكندرية والبحيرة وغيرها كان الهدف منها أن أنا أقول عندنا أدوات وعندنا أجهزة وعندنا محافظين وعندنا قادة وعندنا ناس مهتمين وحرسين على أن هم يكافخوا الفساد في بلدنا وأضاف الرئيس السيسي أن ما تمر به البلاد في الفترة الحالية هو اختبار لكن الشعب المصري نجح بجدارة في تحمل الأوضاع الراهنة والإجراءات الصعبة الأخيرة مؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بيحصل جوا بلدنا خلال الفترة دي ده اختبار حقيقي لنا اختبار حقيقي لنا كلنا فالشعب المصري كشعب والله وأنا ما بكررش دي عشان غير بسجل في كل فرصة تقدير واحترام لنجاحه بجدارة في الاختبار ده حدش كان متصور أبدا أن حد ممكن يستحمل ظروفنا الصعبة لأن الإجراءات اللي اتعاملت إجراءات صعبة صعبة قوي وطالب الرئيس الحكومة ببذل مزيد من الجهد لضبط الأسعار داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لمساعدة الحكومة في هذا الشأن وأرجو من الحكومة مرة تانية مزيد من الجهد لضبط الأسعار ومش حاول الحكومة بس حاول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين من فضلكم وقفوا جنب بلدكم مصر وقفوا جنب بلدكم مصر ست شهور بس ست شهور بس ونحن ستجد الأمور ان شاء الله أفضل من كده بكتير عقب ذلك توجه الرئيس السيسي إلى موقع المشروع واستمع لشرح من القائمين عليه حول مراحل إنشاء البنية الأساسية التي تضمنت أعمال حفر الأحواض السمكية وإنشاء الجسور والمصارف الرئيسية وتفقد مدخل ومخرج المياه على قناة السويس ومولدات القوى ومباني الإعاشة ومعدات ومستلزمات تشغيل أحواض الاستزراع السمكي كما حرص الرئيس السيسي على مشاركة الصيادين والعاملين بالمشروع فرحتهم بجني أول ثمار المشروع من الأسماك وإلى بورسعيد المدينة الباسلة المحطة الثانية في جولة الرئيس السيسي التي افتتح خلالها مشروع كبر النصر العائم بمنطقة الرسوة الذي يربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ليسهم بذلك في سيولة الحركة المرورية للمواطنين وتقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 75% والحد من تكدس سيارات النقل بمشروعات شرق بورسعيد الكبر المعدني العائم هو الأول من نوعه في مصر بطول 420 مترا قامت بإنشائه ست من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس وبالمركز الثقافي الترفيهي بالمدينة استقبل الأطفال الرئيس السيسي والحضور برقصة فيلكلورية للمدينة الباسلة قبل أن يقوم الرئيس بافتتاح المركز الذي يعد الأول من نوعه في مدن القناة حيث يضم المجمع الذي أنشئ على مساحة 2600 متر أوبرا بورسعيد إلى جانب قاعتي عرض سينمائي وقاعة للمؤتمرات بكلام اللي بقوله ده لكم بقوله ليه مش بقوله بس رسالة اللي حضركم أنتو يا أهل بورسعيد لأ ده أنا بقوله لكل المصريين أن احنا مستكتين ومش هنسكت احنا مستكتين ومش هنسكت وهنفضل نكتهد ونشتغل وندور على كل حاجة طيبة وجميلة عشان نقدمها لكم حضر الجولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة وعدد من شباب الأحزاب والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب علاء رشوان النيل موسيقى مرحب بحضراتكم جديد طبعا اللي تابعناه بحضراتكم منذ قليل يعني ده كان مغطى للجولة ككل كانت الجولة الرئيس بالأمس اللي شامل طبعا محافظة الإسماعيلية ومحافظة بورسعيد لكن لو كلمنا الجزء اللي يخص لنا في هذا الحوار طبعا الشقة الأول اللي بيخص طبعا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي وتم طبعا افتتاح عدد من الأحواض السمكية عدد الأحواض اللي تم افتتاحها بالفعل هي 1029 حوض سمكي كمرحلة أولى العدد الكلية والإجمالي طبعا لهذه الأحواض هيكون ان شاء الله 4000 حوض مقسمة على العدد من المراحلة يكون كمان عندنا 12 سفينة صيد هيكون التغطية أو هتغطي حوالي أو هينتج من المشروع ده ككل حوالي 10700 ألف طن سنويا من المشاريع طبعا الخاصة بالثروة السمكية عندنا طبعا 10000 فرصة عمل ممكن توفر شفنا البكورة الأولى طبعا للإنتاج بالأمس وكان بشهد الرئيس عدد الفتاح السيسي بنفسه بكورة الإنتاج الخاصة بالمزارع السمكية عندنا فجوة غدائية لابد نعترف بها طبعا وده ممكن يغطي جزء منها بشكل كبير جدا باعتباره الأسماك من البروتنات الحيوانية واحنا عندنا مشكلة في الثروة الحيوانية وفي الثروة الداجينة كمان فبالتالي الأسماك ممكن تغطي الفجوة دي من خلال مشاريع كتيرة جدا منها طبعا المشروع احنا شفناها بالأمس الإسماعيلية إن شاء الله يكون فيه مشروع خلال أشهر قليلة جدا هيكون في محافظة كفر الشيخ وإحنا عملنا تغطية من هذه المحافظة طبعا مشروع كبير جدا محافظة كفر الشيخ ويكون كمان عندنا مشروع تالت في شرق التفريع إن شاء الله في محافظة بورصعيد كلها ابتهدوا بالأساس لتغطية احتياجات السوق المحلي من الأسماك طبعا إحنا عندنا مجموعة من الأنهار ومجموعة من البحار والأسف إن إحنا عندنا مشكلة في التغطية الخاصة بالأسماك وده طبعا كان لابد من تدخل مباشرة لتغطية هذه الفجوة الخاصة بالاستزراع السماكي خلينا نستغل الوقت أكتر والروح ضفنا الكريم باعتباره متخصص ومنغمس بشكل كبير جدا في موضوع ثروة سماكية وأكيد هناخد معلومات مفيدة جدا عن المشاريع الخاصة بالاستزراع السماكي والتحديد يمكن مشروع الافتتاح بالأمسة طبعا في محافظة الإسماعيل هيكون محور الأساس في حادثنا اليوم برحب بالأستاذ دكتور إسماعيل عيسى أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة قناة السويس برحب بك دكتور أهلا وسهلا بحضرت أهلا أهلا دكتور بداية كده يعني إيه يعني كلمة أحوات سمك؟ يعني إيه كلمة نستزرع السمك؟ إحنا كلنا نعرفه إن إحنا نستغط إحنا دخلنا في تكنولوجيا جديدة أو عصر جديد كلمة الاستزراع السمك إن إحنا نحاول نستزرع ونعمل تكاثر للأسماك من خلال الأحوات إيه الفكرة بالأساس الخاصة بالأحوات السمكية؟ هو الفكرة حضرتك يعني زي بحضرتك أشرت وقلت إن إحنا عندنا بحار وأنهار وكلام ده كله الاستزراع إنه هو جلب أنواع أسماك حرة إن أنا بحطها تحت الأسر بعمل لها عملية إكسار عملية الإكسار دي وإنتاج أعلى يعني أنا السمكة اللي بتعيش في متر مكعب أنا ممكن أحط 70 أو 80 في المتر المكعب عملية تكسيف لأنواع الأسماك تديني أعداد أكبر وتديني أوزان أكبر أكتر من الطبيعة من خلال تغذية معينة بأكل معين بجلب سلات معينة أو تدخل جينيا؟ أيوة من خلال تدخل الإنسان هنا هنا التدخل الإنسان بيبقى في التغذية في التسميت في العلاج في الرعاية كل العوامل دي كلها بتبقى في صالح السمكة وتبقى في صالح المستهلك أسماك المستزرعة في رأيي أنا الشخصي وأنا أستاذ أمراض أسماك أكثر أماناً للمستهلك طيب النقطة دي برضا دكتور طالما أنت أسرتها كنت هتطرق لها بس بفترة لاحقة يعني لحدك طالما أسرتها هنتكلم فيها فكرة التخوف اللي احنا كنا بنسمعه من الأول من فكرة إن السمك ده سمك مزارعة لا يا عم مش هاخده السمك ده بيتغذ على معلش عفون السبلة والروث الحيواني وكان بيترمي باعتباره سماد وبالتالي بتاكله الأسماك فبالتالي بيترصف في جسم الإنسان كل دي مشكلات احنا كنا بنعصرها وبنسمعها والأسف كمان مؤخراً شفناها على شاشات التلفزيون فبالتالي سمك المزارعة لا مناش دعوا بي الكلام ده كنا بنشوفه في السابق إيه الفرق اللي ما بين الفكر اللي كنا بنسمعه في الأول والفكر المتطور والحديث والمحترم اللي احنا بنشوفه دلوقت تحت رقابة أجهزة الدولة وتحت رقابة القوات المسالحة تحت رقابة الدولة ككل تمام أنا أمكن سبقت شوية وقلت إن هي أكثر أماناً بالضبط هي أكثر أماناً لأن في بعض الأمراض اللي ممكن تنتقل من الأسماك للإنسان أنا بتكلم على بحيرة طب البحيرة ما بترميش فيها حاجة بترمي طبعاً بترمي إذن أنا يبقى حق أن يرادوا بيه باطل أنا يعني أنا بخص بيه المزارع وده ما ينفعش المزارع بتبقى تحت أنا عندي مزارعة خاصة المفترض إن أنا بحفظ عليها ولا لا طبعاً عشان تديني إنتاك أكبر طبعاً مفيش حاجة اسمها أنا قرمي في مزارعة حيوانات طفقة لا يمكن أنا بأعمل لها أعلاف خاصة بأعمل لها علاج معين كل الموضيع اللي بتصور ناحية الأسماك المستزرعة إحنا مرنا بتجارب كتيرة جداً ومنها زي موضوع الدواجن وخلافه نفس الفكرة الهيرمونات فكرة الهيرمونات الدواجن والكلام ده كله لا لا إيه فكرة إيه برضو مافيا للإستيراد يعني أنا عايز أضرب المنتج بتاعي عشان أستورد وصلت الصورة يعني أنا المنتج بتاعي سليم وكل الأسماك المستزرعة عندنا سمكة البط دي سمك قوية جداً إذا اتكلمنا على أسماك الماء العزبة حتى إحنا حللنا فيها داخل العضلات بتاعتها لقينا مافيش أي بقايا بقايا للمبيدات ولا بقايا للمعادن كل اللي لها في الحدود المسبوحة بها عالمياً بالعكس ده هي بتتفوق على الأسماك اللي برا لكن أنا ليه أنتج ده السؤال يعني حضرتك إن فكرة اللي إحنا كلنا بنسمعه ده يعني ده مش موجود بس بيروج لي عشان نستورد بأسعار أرخص من الاستزراع أو أوفر وأسرع فبالتالي نحقق ربح أسرع أو دورة الفيزو بتكون أكتر من أسرع وبعدين أنا مروحش أصور في مكان قد يكون فيه صرف ما هو بالقانون الماء العزبة صرف الماء العزبة اللي بناخذ الصرف الزراعي لكن مروحش أجل مكان معين وجاء أقول ده فيه صرف كذا وكلام ده كله ما إحنا عارفين كله ده القانون اللي بقول كلام ده تمام طيب خلينا نتكلم للدكتور عن فكرة الاستزراع وفكرة الأحواض السماكية وفكرة المشروعات اللي بتنتهجها مصر في الفترة دي عشان نقدر نوفر الأسماك الخاصة بنا أو إنتاجنا معنا أصح نمتلك جزء من الإنتاج المحلي يكفينا وزيادة ويفيد علينا كمان نحن ممكن نستفيد منه بقى إحنا اللي نصدر بقى المرة دي فكرة نحن نتكلم عن حوالي 4000 6000 حوض في المدينة الإسماعيلية وإن شاء الله يكون مشروع أكبر في كفر الشيخ وإن شاء الله برضه يكون مشروع أكبر كمان في بورسعيد بنتكلم عن أحواض كبيرة جدا فكرة الحوض السماكي نتكلم عن ناخد الحوض الواحد الحوض ده بينتج قد إيه مساحة أو أكثر قد إيه هل يمقايس علامية ولا كل واحد بينشاء حسب رغبته التغذية والأسماك بتكون في قد إيه كل ما يخصه الحوض الواحد عشان نقدر نعرف إيه فكرة الحوض نفسه هو أساس التفكير في السزراء البحري السزراء البحري إحنا كنا متأخرين فيه إحنا كان كل إنتاجنا بمعظم كله الصيد والأسماك البلطي السزراء البلطي السزراء البلطي طبعا في مسارع الرزق أكثر لا المسارع الأحواض العادية أحواض العادية السزراء عادي يعني زي محافظة كفر الشيخ دي مشهورة بالرز وإنتاج البورتي القفزة اللي احنا عملناها دلوقتي ان احنا بقينا في مصاف الدول العالمية في إنتاج أو استدراع الأسماك البحرية الأسماك البحرية كالطرف بالنسبانها دلوقتي بقيت وقع وحضرتك شفت في سات الرئيسة بيفتتح وشفت أسماك الدنيس الحجم أو الوزن بتاعها قد إيه واضحة واضحة جدا بيصل من 400 إلى 500 جرام ده وزن علامي أو وزن تسويقي بعض البلاد الأوروبية فيه اتصالات إنها عايزة تستورد مننا وهي أساس إنتاج الزريع عندهم إذن إحنا عندنا الاستدراع بتاعنا صح تحت إشراف طبي دقيق تحت إشراف ورعاية سليمة بحيث إن تصل لحضرتك السمكة صالحة للاستهلاك الأدمي طيب هنقف عند نقطة الموصفات دي دكتور عشان نتكلم في موصفات السمكة وأنواعها وأشكالها بس هنروح لوقفة اقتصادية سريعة بس مع زميل حسام الدين عاطف ونرجع مرة تاني بعض الفاصل قصير نلتقي بأهواء الاقتصاد ونعود ونستكمل هذا الحوار الخاص بالأسماك في مصر نتابع أهلا بكم جديد مشرفنا ودايما برحب به دكتور اسماعيل عيسى أستاذ الرئيس قسم أمراض الأسماك بجمع قناة السويس برحب بك دكتور بداية أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور تكلمنا كتير عن موضوع الأسماك وقفنا عند نقطة الأنواع اللي احنا بنستزراعه وقفنا عند نقطة الدينيس طبعا باعتباره رقم واحد في أوروبا ومن المستهدفات الخاصة طبعا بالرقية في الأسماك هو فيه خمس أنواع دلوقتي احنا نشغلين فيهم في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي المرحلة الأولى اللي تم لسات الرئيسي بتتاح عن بارح اللي هو الدينيس والأروس واللوت والتعبين تعبين الأسماك بالإضافة للجنبري الخمس أنواع دولت الحمد لله كان تم إنتاج الجنبري ونزل الأسواق من خلال الاسبعين أو ثلاثة الدينيس حددك شفت الإنتاج الإنتاج بتاعه دينيس والأروس وبقية الأنواع كلها هتنزل في أوقات معينة اللي أنا عايز أقول له حصل مبارح ده إعجاز مش إنجاز بمعنى يعني فيه سمفونية تم عزفها ما بين هيئة قناة السويس ودي لازم لازم نقولها تماما هيئة قناة السويس برئيس الفريق مهاب اللي هو مجد عبد السميع اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس السزراع السمكي اللي احنا بنشتغل معاه الحقيقة لما برو قرط بنسلاحي يعني انضباط انضباط كلنا كنا بنشتغل ما حدش بعمل عزف منفرد كلنا كفريق بنشتغل لصالح واللي حصل إيه بقى اللي حصل إن بالنسبة للأسماك الدينيسة أو الأروسي بيقعد عشان يديك إنتاج بره في أي دولة في العالم بيديك من 18 ل 20 شهر عشان الزريعة تطلع عشان تديك الحجم التسويقي الحجم السمك اللي حين بنشوف أيوة عشان يبقى لحجم التسويقي إحنا هنا عندنا في مصر وعشان كده لابقول إعجازة أقل من سنة ما شوى الله حاجة تعطي ربنا بقى وجود الناس في ناس بتبايت هناك في شرق القناة إحنا هنا زملاء طباق بيتارين وزراعيين وخارج العلوم وهندسة مهندسين بيباتوا في الموقع يعني الناس بتحب المكان إذا حبيت أي حتى لو تخصص بيديك سره يعني إذا حبيت مهنتك بيديك سرها الناس دي كلهم بيحبوا شؤولهم وبالتالي نجحوا كلنا نجحنا كمنظومة بالإنتاج ده فيه فجوة عندنا ما بين الإنتاج عندنا في مصر والاستهلاك دي نقطة واهمة برده يا دكتور الفجوة كبيرة يا دكتور هم تكلم بمسا عن نسبة كم في الميت لا ده أنا أولا لك بالأطنان يريد بعد يعني يعني منبالح وزكرة سيادتي اللي هو 700 ألف طن 700 ألف طن برقم كبير بنطلق نستورده إحنا دلوقتي بالنسبة للإستهلاك البحر ده حل المشكلة كبيرة جدا طيب ممكن نوفر كم من 700 ألف دكتور ممكن نوفرهم نوفرهم كلهم أنا بوعدك إن مع مشروع شرق القناة مع كفر الشيخ مع شرق مع شرق التفريعة بورسعيد إن شاء الله هتسمع أخبار كويسة كده هتلاقي الإنتاج هيغطينا ممكن يفيد شوي ممكن نصدر شوي خاصة أن دي أسماك بحرية فخيرة طيب أكلم محطيك بأن أنت مستشار بيطري للمشروع يعني مستشار بيطري للمشروع إذن أنت لا بتشرف على الأمراض الخاصة بالأسماك وبتابعهم بيطريا يعني إيه أتابع الأمراض الخاصة بالأسماك دكتور وإيه أشهر الأمراض اللي موجودة بالنسبة للأسماك وطرق حتى التدخل وهل في المتبعدي يومية المتبعدي دورية المتبعدي الشهرية المتبعدي يعني طرق المتبعات الخاصة بالأمراض دي إيه يعني إيه أمراض الأسماك دي اللي إحنا السمك بعيد عن فكرنا شوي أن يكون بالنسبة للأمراض لا والسمك كائن حي كائن حي عادي جدا ما ينطبق على الإنسان والحيوان بينطبق على الأسماك بيتعرض لبعض المقربات والتلوث اللي ممكن تعمل أمراض وبعض الأمراض قد تنتقل للإنسان أولا بتدرب الإنتاج هنا مهمة للطبيب البطري أو الدكتور البطري إنه هو بيمنع دخول المرض يعني هو شغلة إيه للدكتور البطري في المزرعة أساساً هو بيمنع دخول المرض طيب المرض دخل الخطوة التانية يمنع انتشاره يعني ممكن ينتشر من حود لحود أو حتى داخل الحود يعني لو عندي يعني ممكن يوقف الانتشار جوالحود نفسه تمام هو الحود أو مقسم أقسام ولا هو الحود على بعضه لا هو ممكن الحود على بعضه أو ممكن يبقى فيه بارتيشنز أو أجزاء بتفصلها بتفصلها فأنا ممكن أمنع انتشاره داخل أو خارج للأحواض المحيطة بالحود أوكي طيب أنت درقتي مناعة الدخول طيب دخل يبقى أنا بمنع الانتشار نمرة ثلاثة إذا انتشر أنا شغلتي إن أنا برفع المناعة وحفظ على السمك بتاعي الأمراض المتابعة المتابعة دي ممكن تكون أسبوعية وبيتقامل بيها تقرير وبنتدخل بالعلاج والعلاجة الإيه؟ العلاج الآمن للسمك والإنسان لأننا مش حدي يعني دلوقتي إحنا منعنا معظم المضادات الحيوية ليه؟ المضادات الحيوية بتبقى موجودة بقياها في العضلات اللي بيأكلها الإنسان وبعدين أنا عندي برد أو أي مشكلة أو خدت المضادات الحيوية بيبقى فيه حاجة اسمها دراج الريزيسنس أو المقاومة الدوائية يعني أنا عندي مشبع بالمضادات الحيوية وبالتالي لن يؤثر فيها إذن الأمراض موجودة وإحنا تدخلنا أننا بنحد من انتشارها على أساس أننا ما تقللش الإنتاج لأننا ممكن تقلل الإنتاج وقد يصل المنتج إلى الحجم أو الوزن التسويقي فبالتالي بيتم تدخل بيطارين عشان نقدر نكافح الأمراض دي طيب دكتور مضمن الحاجات اللي بنكلم عنها هي تغذية السمك تغذيةه طبعا إذا ما حدوك قلت هي تغذية محسوبة بمقدار مش زي البحر أو النهر يعني حاجات متسابة فبالتالي هو محسوب فإحنا طبعا نتدخل عن طريق الأسمدة والأعلاف الحاجات دي أغلبها بيكون مستورة دلوقتي طبعا في ظل ارتفاع الأسعار ممكن نواجه ارتفاع أسعار تكلفة على السمك فبالتالي احنا نواجه نفس المعضلة ونفس المشكلة وده بيخلينا نفكر أن احنا ننتج الحاجات محليا بقى ونتدخل لإنشاء مصانع جديدة فكرة الأسمدة دي يعني ممكن نعمل في هيئة دو العلف أو التغذية بالنسبة للمزارع بتشكل من 60% ل70% من تكلفة أي مزارع لأن العرف غالي زي محددك أشرت حاليا دلوقتي بيتم أو بصدد إنشاء مصانع الأعلاف الخاصة بشرق القناعة يعني هيبقى في مصنع منفصل لتوريد لشرق القناة لتوريد الإسماعيلية لتوريد لكفر الشيخ حاليا دلوقتي بنعمل مصنع لشرق القناة إن شاء الله برضو هيبقى كفر الشيخ برضو بيعمله ما هو لما تقول بداية صح بتبقى النتيجة أنها طب هي نفس برضو دكتور فكرة الأكل هي برضو دورة وقمحة ورز يعني إيه أكل السمك دي دكتور أبراك لا هي التغذية لا التغذية مختلفة تماما لأن هي بتبقى فورميلة أو معادلة بتحطي بنسبة قد إيه بروتين 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 بالضبط البروتين ده ممكن يبقى على فول سوية ممكن يكون الفيش ميل أو البودرة السمك فدي بتبقى محسوبة وهي أغلاهم اللي هو الفيش ميل ده أو الجزئية الخاصة الهتغذية السمك آه ده بيستورد من برا إحنا إن شاء الله ممكن نصنعه إن شاء الله نعمله هنا ومصانع الأعلاف مصانع الأعلاف دلوقتي بتكون للجنبري لأن الجنبري بيحتاج بروتين أعلى بخلاف الأسماك بجانب مصانع الأعلاف فيه حيتعمل مختبرات مختبرات للفحص الأسماك يعني إيه على الموقع نفسه حيتعمل مختبر يعني بدأ ما نروح لا ده حيبقى فيه وحدة وحدة تمام الوحدة البيطارية دي حتبقى ملحق بيها مختبر المختبر ده بقى إحنا عيبقى الفحص يومي عينة من الماء وعينة من السمك آه بيفحص الروتين بتاعها حيبقى يومي التقريب بترفع المستشار الساحة البيطارية وهنا بيتاخذ القرار نعمل إيه فهو الأهم كمان من مصنع يعني طبعا هو مهم جدا لكن المفرخات المفرخات دي مهمة جدا جدا وإحنا بدأنا دلوقتي مفرخ للجنبالي بيتعامل ومفرخ لأنه ده بيختلف عن مفرخ الأسماك ده مهمة جدا ليه؟ ده ما بيخليش أحتاج أن أنا أستوري سمك من برا ما أنا بستوري زريعة لا أنا كده حخلاص حيبقى عندي إنتاج من الزريعة اللي حتوفر لي العملة وحتنزل بتمن السمك السمك سهل السمك إحنا دكتور بن الحوض ده مثلا لما بنقول إن هو خلاص السمك جاهز إنه هو خلاص إن إحنا نخرجه من الحوض أو نتم صيده خلاص أو نخرجه من الحوض إحنا بنصف الحوض تماما من كل اللي فيه ومنجيب زريعة جديدة ولا بنختار مثلا مثلا الذكور والإناس الأقوياء ونسيبهم يتكثروا ولا إحنا بنجيب زريعة من أقوله جديد نزرعها عشان نسيب الأمهات يبقى لازم عندي مفرخ مفرخ خارجي غير الأحواض دي أيوة إنما أنا دلوقت أنا بشيل كله لحين إن شاء المفرخ الأمور هتتضح أكتر هتتضح أكتر من كده يعني حتى هذه اللحظات إحنا بنستورد اللي هي الزريعات الخاصة بالأسماء بس إن شاء الله قريب جدا ومجرد ما مفرخ الجنباري ومفرخ السمك يتعمله خلاص ما عادش بقى إن أنا ألجأ لحد برا بالعكس حيبقى إنتاجي وسامك أنا والأمهات بتاعتي طيب برد دكتور فكرة عملتنا الخاصة بالمشروع ده عمالة مصرية 100% عندنا مستشارين أجانب عندنا يعني إحنا شكل العمالة الخاصة بالمشروع دي إحنا استفدنا جدا جدا لأن إحنا دلوقتي أصبح عندنا خبراء عندنا أطباء بيطاريين وزراعيين وعلوم خدوا الخبرة على أرض الواقع ما خدوهاش في المحاضرة وفي المدرك هو تخرج وخد الكلام النظري نزل على الواقع وبقوا دلوقتي أنا أعتبر أن كل واحد فيهم خبير العمال اللي عندنا أو العمال اللي موجودة على أعلى دراية يعني ممكن يشغلوا في أحسن دولة أوروبية وكفاءة عالية جدا أما بحطة الخبرة الأجنبية حيستعان لكن لفترة إحنا مصريين 100% لغاية دلوقتي إحنا 100% مصريين والإنتاج بتاع مصري والخبرة بتاعنا مصريين هيل جدا طيب النقطة التانية دكتور عشان إحنا خلاص لازم نختم في خلال دقائق معدودة نتكلم عن نقطة التصنيع بقى تصنيع اللي هي الأسماك فكرة إن إحنا نشوف سمك مغلف زي ما احنا نجيب نستورد التونة من برة في علب والتدخين والتبخير وغيرها طبعا من الأشكال المعتادة في صناعة الأسماك هل ده ممكن تكون خطوة ولا حقا ممكن نعمل ده يعني نقدر نعمل ده ويكون برضو علينا فكرة التصدير بالخاص بالعلب أو كمان وفرس سوق المحلي يعني ده ممكن نقدر نعمل ده إن شاء الله هنعمله وفعلا معتوطة في الخطة التجهيز بتاع الأسماك ديت وعشان نقل المسافات البعيدة دينيس ممكن بيتعابل بالأحجام الكبيرة على حسب الدولة حتى لو حبيت تستورد ما انت لازم تحط له مواصفات مهينة أي فهنا نفس الفكرة حتة التعليب والتدخين والكلام ده كله كله محطوط في الخطة على الأساس ده بيبقى مصنع خاص لوحدة في التقين إن شاء الله دايما دكتور فيه أمل طالما إحنا قادرين وإن إحنا فعلا نقدر ونستطيع نعمل ده إحنا عندنا ما شاء الله يعني خبر على اكتفاة حضرتك وعندنا نقدر نصنع ونقتحم كل المجالات والحمد لله بتادينا بدا بتادينا متأخر بس اللي بتيت دايما بيوصل في الطريق لازم نفرح لإن إحنا ده حلم اللي حصل المبارح ده كان حلم أنا كالرجل بتاع سامك بقى لي أكتر من 40 سنة بيشتغل في المجال ده كنت بقى أحلم إن إحنا نعيش اليوم ده إن إحنا عندنا استذر عبا حد إن شاء الله بالحلم والأمل والعمل اللي نقدر نبني مصر إن شاء الله والاستعانة طبعا بالكفاءات اللي عندنا الموجودة في مصر أنا بتقدم لك بالشكر كزين شرفتان بالحضور دكتور إسماعيل عيسى أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماع وجامعة قناة السويس كل التوفيق إن شاء الله لحضراتكم أنتم تقدروا إن شاء الله تحلوا الأزمة الموجودة في مصر من توفير البورتينيات شكرا أستاذ عمر الأسئلة الرقية شكرا لحضر ده كان حوار بيفتح طاقة أمل جديدة نحن نتكلم عن مصر بجد بصر اللي جاية زي ممكن نبنيها في شتى المجالات وفي شتى الطرق الممكنة نقدر نبني مصر إن شاء الله بأياد مصرية خالصة طول ما احنا فينا نفس طول ما احنا قادرين نحن نبنيها بس يكون عندنا الإرادة والعزيمة اللي نبني بها شكرا لحضراتكم ده كان ختم فقرتنا لهذا الصباح لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج غدا بإذن الله في السابع صباح لفريق عمل جديد إلى اللقاء